السيدات والسادة مساء الخير من بين الموضوعات العديدة التي طرحناها في هذا البرنامج أحوال الموسيقى والغناء في مصر وفي أكثر من حلقة التقيت بفنانين كبار كانت لهم أعمال وبصمات مؤثرة في تطور الموسيقى والغناء الحديث في بلدنا اليوم نفتح الملف من زاوية أخرى نسأل عن الأغنية الشعبية في عصرها الذهبي وكيف عكست ملامح الشخصية المصرية كيف غنى المصريون في أفراحهم وفي مناسباتهم الاجتماعية والوطنية كيف عبروا بالموسيقى والغناء عن حبهم للحياة وعن رفضهم للاحتلال والاستبداد والهزيمة بعد أيام تحيي مصر مئوية رحيل الموسيقى سيد درويش الفنان الذي عاشت أعماله مئة عام تلهمنا وتمنحنا الأمل في أصعب الظروف اليوم نلتقي بأستاذة للموسيقى درست ولحنت وكتبت كثيرا عن الموسيقى والأغنية المصرية وعن الأغنية الشعبية والسياسية وعن موسيقى الدراما والأفلام والمصرح الغناء المصري الذي أولد على يد فنان الشعب في حديثنا اليوم من مصر نسألها عما جرى للموسيقى والأغنية المصرية عن الموسيقى المصرحية والأفلام الغنائية كيف نحفظ تراثنا الموسيقي وكيف نحميه من العبث والتشويه في حديثنا اليوم من مصر نسأل ماذا يغني المصريون الآن نسأل أين ذهب الغناء الجميل أهلا بكم معي للحديث عن أحوال الموسيقى المصرية وماذا جرى للأغنية الشعبية الدكتورة ياسمين فراج أستاذ الموسيقى والنقد الفني بأكاديمية الفنون موسيقى